أهلا بكم من جديد أكد الإمام الخامنائي أن ما تم تحقيقه من إنجازات من قبل طهران في الملف النووي جاء نتيجة للصمود للحصول على المطالب المشروعة مؤكدا في الوقت نفسه على أهمية الدقة والحذر من أي نقض لاتفاقية فيينا من قبل الغرب وفي السياق نفسه أجرى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون وأكد على أهمية تنفيذ الاتفاق النووي بدقة كبيرة أعرب الإمام السيد علي الخامنائي عن الارتياح لما أثمرت عنه مقاومة الشعب الإيراني بوجه الحذر الظالم وتراجع الأطراف الأخرى أمام جهود العلماء النوويين وجميع المعنيين بالمفاوضات النووية داعيا لعدم الغفلة عن نقض العهود وأكد سماحته في رسالة جوابية للرئيس حسن روحاني أن الحذر الذي تم فرضه على إيران كان ظالما وقد تم إلغاء ذلك بفضل جهود الفريق المفاوض وفي شأن مماثل أعلن مساعد الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن البدء بإنشاء محطتين نوويتين طاقة كل منهما ألف ميجاوات قريبا وأكد صالحي على بناء محطتين صغيرتين أخرين بالتعاون مع الصين وقال إن بعض الدول الأوروبية والأسيوية ومنها الصين واليابان وكوريا الجنوبية على استعداد للتعاون وأن ظروف الآن مختلفة عن السابق كما أجرى رئيس حسن روحاني محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حول تطورات نووية مؤكدا رغبة طهران لتعزيز علاقاتها مع بريطانيا في المجالات السياسية والاقتصادية وقد كشفت طهران أنها ستستعيد خمسين مليار دولار من أموالها المجمدة بعد إلغاء العقوبات وأنه بعد التواصل لاتفاق جينيف النووية تم الإفراج عن سبعمائة مليون دولار شهريا من الأرصدة المجمدة بحسب الاتفاق استغدمت في تغطية استيراد السلع الأساسية كما توقع محافظ البنك المركزية أن يسجل الاقتصاد الإيراني نموا يتجاوز خمسة بالمئة في السنة المالية المقبلة وأن هذا الأفق الإيجابي سيتواصل إلى ثمانية بالمئة حسب التوقعات وبنجانب آخر عززت إيران سياستها في المجال الدبلوماسي فزيارة الرئيس السيني شي جين بنغ إلى طهران خلال الأسبوع الجاري وزيارة الرئيس حسن روحاني إلى إيطاليا وفرنسا ستكونان محورا للتوقيع على العديد من الاتفاقيات كما أعلن المدير التنفيذي لمجموعة إيران خضر صناعية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مارسيدس بنز الألمانية واستراتيجية شركته في الفصل الجديد من تعاونها الدولية وتتوجه شركتها بيجو وفولكزفاجن أيضا للتوقيع على اتفاقيات مع إيران وعلى صعيد النشاطات البنكية أيضا من المقرر أن يقوم وفد كبير من مدراء البنوك الأوروبية بزيارة إلى طهران قريبا